السلام عليكم إخواني مرحبا لكم في درس جديد على قناتكم استفاهم عام اليوم إن شاء الله جبت لكم واحد البنك اللي هو بديل بايبال، بايونير، سكريل، والبايسيرا سهل الاستعمال، ما فيش بزيب ديال التعقيدات وكيوفرنا مجموعة ممتيازات لفريدة ورائعة جدا فهذا البنك هو ترانسفير وايز كم كلنا من إرسال واستقبال حوالات مالية حول العالم يعني تقدر استقبل ولا ترسل الأموال ديالك لأي منطقة في العالم وبأي عملة كانت لأنه كيدعم جميع العملات تقريبا وكيقدم لنا كذلك أرخص خدمة مقارنة مع البنوك الأخرى وسريع جدا يعني التحويل ما كياخدش واحد الوقت اللي هو كبير بزاف ومن أسهل الأبناك اللي تقدروا التعامل معهم يعني ما فيش نفس التعقيدات اللي كينينفض الأبناك اللي ذكرت في اللول ديالفيديو والجميل كذلك هو أنه كيعطينا مقابل العملة اللي بغينا نقومه بتحويل ديالها آنيا يعني كيم نحنين الفرصة أننا ننتسلنا العملة اللي بغينا نستقبلوا بها الأموال ديالنا حتى تكون مرتفعة وهذا جميل جدا وكيمكن لنا أننا نرسلوا الأموال ديالنا حتى الأبناك الحقيقية يعني الأبناك اللي كتكون لوكال في البلد اللي كتنتعمله وهنا كذلك ما غدش نغفل على الخدمة اللي كيقدمها لنا هذا البنك وهي بطاقة ماستر كارل اللي ممكن لنا نستخدمها كذلك في سحب الأموال بكل سهولة تفعيل بايبال والشراء من الأنترنت ومجموعة كبيرة من المميزات لكن ذكرتها سابقا في فيديو القديم غنخليكم تكتشفوه في وصف هذا الفيديو ولكن الأهم هنا هو أنني غنوريكم طريقة كيفاش ننشأو هذا الحساب هذا بكل سهولة وكيفاش نستخدمه تطبيق دياله انطلاقا من الهاتف ديالنا يعني جميع المعاملات نديرهم انطلاقا من تطبيق في الهاتف ديالنا والأهم من هاد الشي كامل هو الخطوة اللي كيلقى فيها بززاف ديال الناس المشكيل هو كيفاش غادي نفيريفي هاد الحساب ديالي بمعنى نوطق هاد الحساب ديالي ونقدر نستبد من هاد المزايا الكاملة إذن على بركة الله ولكن قبل ما نبدأوا متنساوش الاشتراك في القناة بالنسبة على الأشخاص اللي باقي مشتركوش في القناة وتفعيل الجارس باش يوصلكم لجديد ديالنا أول بأول إذن إخواني طريقة إنشاء الحساب سهلة جدا غنخلي لكم رابط الموقع في وصف هاد الفيديو ملغة تدخلوا له غنطلع لكم الموقع على هاد الشكل هذا هنا غنختاروا كونت برسونيل ثم هنا كنجيوكم ندخلوا الإيميل ديالنا أنا غنحاول ندير معلومات وهمية لأن داجا عندي الكونت ديالي ولكن هاد الكونت غنشرح لكم بهذه الطريقة فقط وهنا غنجيو غنكريو واحد الموضباس مثلا بعد هنا هنختاروا المغرب ثم هنا غنجيو وبتوني فوتر ترانسفير غراتوي هنا كنطلع لنا هاد الصورة يعني لابغينا نرسلوا الاموال لنا احنا غنجوز هاد المرحلة لان باقي ما قد دينا الإعدادات ديال الحساب ديالنا غنجيو لهاد العلامة وغنخرجو من هاده إذن هادي هي الابليكاسيون ديالنا مريق لا دابا الآن غادي نحاولو نكريو واحد الكونت ديالنا في شي دولة كم مكان كنجيوه لنا الفوق وكنديرو وبغير اون بالانس كي يعطينا بزاف ديال العملات كنختاروا احنا العملة اللي بغينا نستقبلوا بها او لا بغينا نرسلوا بها فمثلا أنا غنختار الأورو فهدي كتهم جميع دول الاتحاد الأوروبي إذن أهم خطوة عندي هنا هو إلا بغي يصفتلي شي حد الفلوس مثلا كيفاش غادي نصفتلي هنا المعلومات ديال الحساب ديالي باش يصفتليها فأولا لاحظوا معي هنا عدنا احنا هنا دوزي طاب اللي ضروري خصنا نكملوهم إلا بغينا نستقبلوا هاد المبلغ المالي كيف ما كان فأول حاجة خصنا الحساب ديالنا ندخلو لي على الأقل 260 درهم اللي كتقابلت قريبا بين 20 و 25 أورو وكذلك نفيريفيو ليدونتيتي ديالنا اللي هي سهلة إما عن طريق البطاقة الوطنية جواز الصفر أو رخصة السيقة فأبثلا هنا بغينا نفيريفيو للكونت ديالي غندخل للخيار الأول فغنزل تحتنا وغاديديرو اجوتي دولارجون هنا المبلغ محدد والتحت كما كتلاحظو هو عبارة عن 25 أورو فغنديرو مثلا كونتيني إذن هنا كيعطيونا طريقة الأولى عن طريق بطاقة بنكية وكذلك عن طريق فيرمون من البانك ديالنا مباشرة فمثلا إذا درنا عن طريق بطاقة البنكية هنا غندخلو المعلومات الخاصة بالبطاقة اللي هي نميرو ديال البطاقة لادات ديكسبيغاسيون يعني ذاك الرقم اللي كيكون متع تاريخ انتهاء الصلاحي متع البطاقة وكذلك هاد السيفيسي اللي كيكون إما في در البطاقة أو مقابل لهادات ديكسبيغاسيون حسب أي بنك غنكونو انتهينا من الخطوة الأولى وفي حالة اتقادت لنا الكارت أو عدنا شي مشكل في الكارت ديالنا وبنا ندفعو عن طريق البنك ديالنا فغنختارو هاد الاختيار الآخر من اللي غنعمر هاد المعلومات غنديرو بي وغايديدوزونا أوتوماتيكمو الثاني خطوة اللي هي توتيق الحساب عن طريق البطاقة الوطنية كي سبق قلت ليه إذا بعد ما كنحددو وحدة من هاد الوسائل تحقق من الهوية فمباشرة غادي ترسلو لنا لفلوس ديالنا وغادي تطلع لنا هنا هاد المبلغ اللي دجا حطينا ورايم كلنا نستبدو منو يعني ماشي كي يديو لنا بالعكس هير هو ما كيتأكدو فإعلان بأنك باغي التعامل معاهم ماشيش يحد اللي غايحل الحساب ويضيعهم في حساب فقط ومن اللي غنتهي من هاد الخطوتين فهنا غادي ولي عندي هنا يا المعلومات الخاصة بحسابي البنكي الأوروبي من لي غندخل هنا يا غلق جميع المعلومات الخاصة به اللي نقدر ناخدها ونعطيها لأي واحدة بغير سلية الأموال للحساب ديالي إذن كان هذا شرح بسيط جدا وركزت بزاف الخط طريقة توتيق الحساب لأنه إلا ما هو تقتيش الحساب ديال فبحلي لا ما عندكش هاد الحساب بتاتا لذلك ركزت شوية عليه وحيت في الفيديو الأول اللي حتت في الوصف انتع الفيديو اللي فيه تعريف شامل ديال هاد البنك لقيت بزاف ديال الأسئلة كتجيني حول كيفاش نقدر نوتق الحساب ديالي باش نستقبل ونرسل الحوالات المالية ديالي إذن كان هذا هو الشرح ديال الفيديو ديال اليوم إلا أعجبكم على الإخوة الفيديو ديرو جيم وبارتاجهم على الأصدقاء المهتمين بالمجال وإلا كانت أخي أختي هدية أول زيارة لك للقناة فما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم لجديد ديالنا أول بأول وإلى اللقاء